سلام سلام ان شاء الله كاملتكنوا بخير وعلى خير ليفجوتكم بوصفة جديدة وهي هاد القراطين يجيبنين بززاف ولديد مخدم بالبطاطا والسلق بيانسور زدنا له نكهة تالي المرقز باش يعطي بالنا ولا ارواح هنا رح نخدم معاكم يعني الوصفة جد سهلة مع لاصوس بشامل وبلما نبدأ الوصفة مدابية تدعموني وديروا الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم يعني وصفاتي اول حاجة هنا رح نبدأ بالبطاطا كما راكم تشوفوا قصتها كما هاد الشكل يعني جاية دائرية رح نقليها درت هنا زوجة وسع بطاطا وهاد الكمية اللي رح نخدمها معاكم هي لاربع او خمس اشخاص هنا بعد ما ملحت البطاطا التاعية رح شرتها في الزيت الساخن ونخليها تتقلى يعني عادي بعدها رح ننتاكل لسلق تاعين وجدو درت زيت زيتونا في مكلة زيت لها حبة بصلة مقطعة عندي يعني صغارين زيت لها ربع حبات توم مرابيين رح نخلي البصل التاعي يتقلى مليح ويتكرمل شوية بعدها رح نضيف لها المكوينة الأخرى كما راكم تشوفوا هنا البصل التاعي راهو دبال هنا رح نزيد لها زوج حبة تماطم مقطعين صغار بعدها نزيد نغلق عليها ونخليها الطيب شوية يعني حتى تدبلنا طماطم لانه سلق تاعي دجا كنت وجدتو من قبل وطيبتو هنا نزيد لها فلفل لكحل الملح وهذا ما كان هنا كما راكم تشوفوا سلق تاعي كنت دجا وجدتو دافنس زوجة ربطات خسلتهم مليح وقطعتهم وطيبتهم حتى دبالو هنا رح نشير سلق تاعي في هذه التكتوكا نقدروا نقولوا عليها تكتوكا من الأفضل يعني سلق تاعنا ما نحطوش في القراتة يعني ديراكت اه او موان نديرولو نكهات عالتماطم شوية بصل شوية توم شوية اه توابل بش يعطينا البنة كيما راكم تشوفوا هنا سلق تاعي راهو وجد وراهو طاب نطفي عليه بعدها راح نتاكل لبشاميل كيما راكم تشوفوا 30 قرام تاع زوبدة حتى تها الدوب بعدما دابت نضيف لها زوج ملاعق كبار من الفارينا بيان شير على نار هادئة نقعد نحرك فيها بش ما ديروليش الحوبيبة اهنا مع التحريك المستمر ابين راهي تغلي شوية وميمطان الحليب تاعي كن واجد راح نضيفو لهذيك يعني الزوبدة تاعي وندخلو غير بشوية كيما راكم تشوفو باش نحرحر الحليب مع الفارينا وما يديروليش هذيك الحوبيبة هنا بعد ما حللت الفارينا تاعي في كمية من الحالب ماشي كامل اه فرغتو في الحالب المتبقي اه هو لترا يعني استعملت لترا من الحالب بعدها نضيف لها قطعة من الجبن اه طاري بيان سيور كيلما انكتروا كيلما يجيبنين بعدها نحكم البيت تاعي ونرحي كامل هذوك المكونات باش يدخلو في بعضها ممليح وما يجيوش فيها الحوبيبة كامل بالنسبة للصوص بشامل نحطو فيها تاني الجبن المبشور انا ما حطيتوش حطيتو في القراتان وانتوما لكينا عندكم يعني كمية كبيرة تقدرو تحطو اه في اللصوص بشامل بلوس تحطو اه كتعدو تديرو في القراتان هنا كيما را كنتوهو اللصوص بشامل تاعي وجدتها حيخليتها حتى غلط وبدأت ابين تعقد هنا جبت البلاتو تاعي فرغت ديرت الكريمة البشامل بعدها نفرج البطاطة تاعي كطبقة اولى بعد ما احتس طبقة تاعيتها البطاطة هنا راح نجيب السلق تاعي اللي كنتو وجدتو من قبل راح نديرو كطبقة تانية بعدها نجيب الجبن ليدوب كيما اهنا استعملت القريير راح نراباه في الواسط ونخلي الطرف تاني باش نراباه يعني ملفوك راح نجيب المرقز تاعي كيما راح خضر راح نحلو برك هذيك الجلدة ما نحطوه هاش وننفتستو كيما لفينداشي ونحطو كطبقة فوق الاستلق تاعي بالنسبة لي من الافضل نخليو هاكدا يعني ما نقليوهش بش ما يجيش يابس وينشف ويقعد بنتو يعني تطلقنا في القراتان هادا وهنا راح نوزعوه على كامل البلاطو التاعي بالنسبة الكمية استعملت سبع حبات كانت كافية ووافية وجاب زاف بنين خير على الافيونداشي لانه المرقز يجي مدوزن بعد ما كملت مع المرقز هنا نزيد لها لصوص بشاميل بيانشير بش ما يجيش نشفه بعدها نجيب حبات البطاطة المقلية المتبقية ونعاود نفرش هكا الطبقة اخيرة بعدها نكمل كريمة البشاميل اللي ما زالت لي وندهنها على فاصة كاملة تاعي تاع الكراتان ونزيد لها الجبن المبشور وهذا ما كان حطوها على الفرن لمدة 20 دقيقة حتى نشوفوها يعني تبدأ تغلي بعدها نشعل عليها ملفوق حتى تتحمر ونغلقوا عليها بعد ما خرجت القراتان من الفور كما راكم تشوفو التحميرات تاعو جا بزاف بنين ومجيش ناشف خاصة المرقز اعطالوا نوكها جا بزاف بنينة ويعني ماداك جديد نتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها وتخليولي رأيكم فتاع عليكم اشتركوا في القناة